مرحبا مساء الخير لكم جميعا في عنا خبر عاجل وزير الدفاع الاتحادي بوغيس بيستوغيوس قدم النموذج الجديد للتجنيد بألمانيا رح أشرح لكم النموذج اللي رح يتم تطبيقه بألمانيا بالنسبة للخدمة العسكرية بالنسبة للتجنيد رح يتم في المستقبل إرسال استبيان فغاق بوغن لجميع الشباب والبنات بألمانيا رح يبعتوا هذا الاستبيان يلي بيتضمن مجموعة من الأسئلة للجميع بألمانيا لكل الأشخاص يلي بيبلغوا سنة 18 سنة للشباب والبنات ولكن بالنسبة للرجال بالنسبة للشباب فهنن ملزمين بتعبئة هاي الاستمارة ملزمين بتعبئة هذا الاستبيان أما بالنسبة للبنات والنساء فهنن غير ملزمين بتعبئة هذا الاستبيان لازم يستلموه طبعا ولكن غير ملزمين بتعبئته في حال كانوا غير مهتمين بالزهاب للجيش الألماني ولكن يتعين على الرجال والشباب بألمانيا تعبئة الاستبيان في حال وصلكم هذا الاستبيان في المستقبل فلازم تعبوه بهذا الاستبيان رح يكون فيه مجموعة من الأسئلة لتوضيح القدرة والاستعداد على الالتحاق بالجيش الألماني يعني رح يسألوكم عن وضعكم الصحي عن الحالة الجسدية وعن رغبتكم بالالتحاق بالجيش الألماني فالأشخاص يلي بيأبدوا رغبة بهذا الاستبيان بالخدمة بالجيش الألماني فرح ياخدوهم للخدمة في الجيش الألماني ولكن الشباب يلي بيقابدوا عدم رغبة وعدم اهتمام بالالتحاق والخدمة في الجيش الألماني فما رح يغصبوهم ما رح ياخدوهم غصبا عنهم على الجيش الألماني يعني ما رح يكون فيه خدمة ضد إرادة الشباب يلي بترفض الخدمة العسكرية فبالتالي هذا النموذج يعني بيعتمد على تعبئة الاستبيان بشكل إلزامي ولكن بياخدوا بشكل طوعي يعني فقط الأشخاص يلي عندهم رغبة واهتمام بالزهاب للجيش طبعا هذا الاستبيان رح يتم رساله للشباب الألمان يعني الشباب الأجانب غير الحاصلين على الجنسية الألمانية غير معنيين بهذا الأمر وكمان هون فيه ملاحظة هامة في حال كتبت وعطيت يعني رغبة أبديت رغبة بأنه أنت بدك تروح على الجيش الألماني بدك تخدم بدك تعمل عسكرية بألمانيا فهذا شيء موضمان كافي لأنه هنن ياخدوك على الجيش يعني هنن كل سنة بدون ينطقوا مجموعة من الأشخاص فما رح ياخدوا الجميع على الجيش الألماني فرح ياخدوا فقط حسب الحاجة فبالتالي ما رح ياخدوا الكل يعني أنت حتى لو أبديت رغبة بالزهاب للجيش الألماني فما بالضرورة ياخدوك على العسكرية فيه توقعات أنه كل سنة 400 ألف شخص يعبوا هذا الاستبيان وممكن الربع منهم فقط يعني حوالي 100 ألف يبدوا رغبة واهتمام بالزهاب للجيش الألماني ولكن طبعا ما رح ياخدوهم كلهم على الجيش يعني ما رح ياخدوا 100 ألف شخص رح ياخدوا بحد أقصى حوالي 40 ألف جندي ولكن بالفترة الحالية ما في قدرات في الجيش الألماني لتدريب أكتر من 5000-7000 جندي ومن المتوقع أنه مدة الخدمة يتكون 6 أشهر وبحد أقصى حوالي السنة فبالتالي الملخص منعا لانتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة ما في تجنيد إجباري للنساء ما في تجنيد إجباري للشباب ولكن الاستبيان إجباري فبالتالي لازم تعبوا الاستبيان ولكن مو بالضرورة ياخدوا الجميع الشخص اللي ما عنده رغبة فما رح ياخدوا ضد إرادته على العسكرية بعد 55 سنة من التجنيد الإلزامي بألمانيا تم تعليق الخدمة العسكرية في عام 2011 ولكن بعد 13 سنة بسبب التحديات الحالية وبسبب نقص عدد جنود الجيش الألماني اللي وصل لأدنى مستوياته في عام 2018 فرح يتم تطبيق النموذج الجديد المشابه جدا للنموذج السويدي فتمنى أن تكون الصورة صارت واضحة بالنسبة لألكون طبعا ألمانيا ما رح تخوض حرب بكرة الفكرة من هذا النموذج بأن الجيش الألماني يكون جاهز في حال وقع مكروه على ألمانيا في حال انفرضت عليها حرب صار فيه أزمة صار فيه كارثة فلازم الجيش الألماني يكون على أهبة الاستعداد بهيك ما نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهي المعلومات كان معكم الهام بوزان تبقوا بخير وصحة وسلامة تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء